لم تتعظ الأحزاب الحاكمة في العراق من صفعات الشعب العراقي بمقاطعة انتخابات عام 2018 وكذلك انتخابات 2021 بنسب وصلت إلى 90% حتى تتحدث مجددا عن الانتخابات وأجوائها بينما يتسابق المرشحون في عمل الدعايات ونشر البرامج وإطلاق الوعود الوهمية التي خبرها العراقيون حتى سئموها صور المرشحين تملأ الشوارع وجولات الأحزاب لا تهدى بعد افتتاح سوق المساومات قبيل انتخابات مجالس المحافظات وحدة الصراع تزداد للاستحواذ على المقدرات المخصصة للمحافظات والاستفادة من الميزات التي تمنحها هذه المجالس من عقود استثمارية وصفقات باسم إقامة المشاريع الإطار التنسيقي بعد أن استحوذ على الحكومة يحاول تعسيز هيمنته بتحقيق مكاسب أكبر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لذلك سعى إلى عقد تحالفات جديدة والتخلص من أي طرف قد يكون منافسا له والحديث هنا عن التيار الصدري وزعيمه الذي أعلن مقاطعته لهذه الانتخابات لكنه كالمعتاد قد يغير رأيه في أي لحظة ويدخل في السوق الانتخابي مجالس المحافظات تعد إحدى أهم بوابات الفساد في العراق باعتراف نواب قد أكدوا أن الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة لم تقدم شيئا للشعب العراقي ولسوء سمعة هذه المجالس فلقد كان إسقاطها أحد أهداف ثورة تشرين وهو ما أجبر الأحزاب الحاكمة على تجميدها لتعيد مجددا تفعيلها لما فيها من امتيازات تتعلق بالجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى تدرك الأحزاب الحاكمة أن الشعب العراقي سيكون بمنأ عن هذه الانتخابات وسيقاطعها بنسب لا تقل عن سابقاتها لكنها تصر على إجرائها للتفاوض فيما بينها على توزيع الحصص والمغانم في مختلف المحافظات العراقية